بهدوء على الأرض وسخونة على المنابر الإعلامية والافتراضية تسير الحملة الترويجية للدستور ولئن توضحت مواقف الأحزاب المؤيدة والرفضة للدستور وأخرى رفضة للاستفتاء برمته فإن تنظيمات وأحزاب حديثة أغلبها شبابي بدأت تدلي بدلوها في المشهد السياسي هنا تعلن مجموعة من الشباب عن إطلاق لقاء يجمع الرفضين لمصاري الخامس والعشرين من جويليا ولما قبله نحن بالحق متفاجئين من انخراط مؤسس الدولة في حملة للدستور كان الأجدى أن تنقى عن كل هذه الصراعات وتكون خارج الدولة التنسية هذه الصراعات وتدير شؤون العاجلة من وضع وباقي صحي ووضع اجتماعي إلى غيره وبالتوازي مع هذه الانتقادات الشكلية لسير الاستفتاء يتواصل الانقسام حول المضمون الدستوري بين من يعتبر أن الدستور سيؤسس لمرحلة جديدة تنقذ تونس من أزماتها وبين من يعتبر أنه يؤسس لديكتاتورية جديدة لن تتقدمها بالبلاد الضمانات العملية الانتخابية النازية هي غير موجودة هي المستقلة معينة وقادرة يتنحاول كل إذا ما يتبقوش قرارات في هذه لحظة الهدف هو إنجاح الاستفتاء يجب الاستفتاء هذا ينجح لا يكون شيء تونس في الظليل المبين بالحق معناتها رانا لازمنا نكون وطنيين أما على الجانب الرسمي وفيما يتعلق بسير حملة الاستفتاء فلم تسجل هيئة الانتخابات خروقا خطيرة حيث اقتصر الأمر على توجيه تنبيهات تتعلق بتعليق الأفتات والشعارات المؤيدة أو الرافضة للدستور عين على الدستور ومضمينه وأخرى على المصاري القضائي والقضايا المرفوعة ضد عدد من السياسيين وما قد يترتب عنها من تدعيات سياسية هكذا يبدو المشهد التونسي قبل أيام من موعد الاستفتاء والحسم في مصير الدستور مراد الدلانسي تونس أهل ميادين